في زمان ذل تغدو الهرولة صورة للمهزلة حينما يسكت من يعرف أن الحق له ويرى نتنياهو فيهتز ويدني منزله ويريهم رقصة المذبوح يستحسن صوت القنبلة أهلا بكم أنا نضال حمدي وهذه حلقة خاصة من برنامج بوليغراف على التلفزيون العربي هنا نفند الأخبار الزائفة والإشاعات والفابركات المنتشرة على وسائل الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي نبدأ حلقتنا مع الصفحات الصهيونية وأخواتها المتصهنة وقصة لا يملون من تكرارها حيث أن تلك الحسابات والصفحات روجت لمقطع فيديو مع تعليقات مختلفة منها يحيي العظامة وهي رميم أردوان يستقبل أبناء إسماعيل هنية بعد ما قتلوا قبل أربعة أشهر وفي تعليق آخر يقول أحدهم وهو صاحب هذه العلامة الزرقات مدفوعة الأجر معجزة تتكرر سنويا بالأمس استقبل أردوان أبناء الميت إسماعيل هنية هم أنفسهم الذين كانوا متوفين قبل كم شهر كعادة حماس المتطرفة مرروا مسرحية وفاتهم على السطحيين والسذج والمغفالين بمساعة الإخوانجية والجان الإلكترونية المتطرفة مرة أخرى يقول هذا الحساب ذو العلامة الزرقاء المنشرات تافهة وسخيفة دون شك الصحيح هو أن شهيد إسماعيل هنية خلف ثمانية أولاد وخمس بنات وأبناءه الذين استشهدوا في شهر أبريل الماضي هم حازم وأمير ومحمد الثلاثة لم يغادلوا قطاع غزة في حياتهم وقد قضوا أو لقوا مصرعهم غيلة مع أطفالهم أثناء توجههم لزيارة أقربائهم في مخيم الشاطئ صبيحة عيد الفطر المبارك حيث استهدفتهم قوات الاحتلال بصاروخ موجه إليهم فسقطوا شهداء أما من بقي على قيد الحياة من أولاد إسماعيل هنية فهم عبد السلام وهمام وويسام ومعاذ وعائذ الرئيس التركي رجل طايب أردوان استقبل في العاشر من شهر أغسطس الجاري عبد السلام هنية وهمام هنية ونشر صور الاستقبال الموقع الرسمي وحساب الرئاسة على منصة X عبد السلام وهمام حضر جنازة والدهما في طهران وفي الدوحة وتلقيا التعازي في وفاته المفبركون على منصات التواصل الاجتماعي ينشرون عجائب غريبة فخيالهم كقاع بحر لا قرار له فبينما العالم مشغول بحرب غزة والفضائع التي ترتكب فيها انشغلهم بزعيم كوريا الشمالية واهتموا بالترويج لتصريح على لسانه فتداول منشورا يقول كيم جونج أون نقطتان ما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر هو الصواب الذي يجب فعله لا يمكن استبعاده أي شيء عن الزعيم الكوري الشمالي فهو يقول ما يحل له دون أدنى اعتبار لأي جهة إلا أنه بمراجعة المنصات العالمية الرسمية الكورية الشمالية ووسائل العالم الدولية تبين أن الرجل لم يدلي بشيء عن الحوثيين بالذات الأكثر من ذلك نفس هذا المنشور تدولته حسابات عشوائية في شهر ديسمبر من العام الماضي أي أنها فبركة مكررة كيم يونج أون مشغول هذه الأيام بمتبعة أعمال إغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من بلاده كوريا الشمالية ووسائل العالم لا تتوقف عن نشر صوره وهو يشرف على أعمال الإغاثة والإنقاذ والتوزيع أو توزيع المساعدات بنفسه أما آخر تصريحاته الحقيقية فكانت عبارة عن سيل من الشتائم اللاذعة لجارته كوريا الجنوبية ووسائل العالم فيها التي كما قال بالغت في أعداد الضحايا هذه الفيضانات طبعا كيم يونج أون وصف وسائل الأعلام تلك بأنها تابعة للدولة القذرة والقمامة بين الكوريتين وإحنا اشدخلنا الترقب والشد العصبي في منطقة الشرق الأوسط يكاد أن يكون هدية هبطت من السماء لصالح الحسابات وصفحات العشوائية الباحثة عن الرواج والانتشار حيث أنها روجت مقطع فيديو مثير زعمت أنه منتل أبيب مع تعليق يقول صياحكم طرب أعاش السيد نصر الله وعدف أوفى قبل التفنيد نشاهد الفيديو معنا المنشورات زائفة فالمقطع ليس من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا علاقة له بحزب الله من قريب أو من بعيد الفيديو عمره أكثر من أربع سنوات وهو تسجيل لاحتفالات مشجعي نادي هايدوكس بليت الكرواتي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس رابطة مشجعي نادي الحدث شهد عرضا مذهلا بالألعاب النارية التي جعلت سماء المدينة تبدو حمراء من كثافة إطلاق المفرقات إلى الفبركات التي تستحق جوائز على الخيال الإبداعي الحسابات وصفحات الصهيونية وأخواتها وربيباتها المتصاهنة استغلت ذلك في الترويج لمنشور موحد يقول NBC نقطتان رئيس حركة حماس الجديد يحي السنوار يطلب ابن مغادرة عبر مطار تل أبيب ويتعهد أن يكون سياسيا مستقلا مقيما بالخارج طبعا نحن أصلحنا الخطأ النحوي هذا المنشور بالطبع ليس صحيحا من فيه لانتشاره مع أنه يجاب في أي منطق آخر ما نشره موقع قناة NBC الأمريكية عن قائد حركة حماس يحي السنوار هو تقرير حمل عنوان حماس تعزز سلطتها تحت قيادة العقل المدبر المزعوم لهجوم السبع من أكتوبر ونقلت فيه عن قيادة في حركة حماس أن ترقية السنوار تشير إلى أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للحركة التي اختارت زعيما في قلب المعركة الجارية وتعينه يتضمن رسالة مفادها أن حماس لا تزال موحدة وأن شبكتها لا تزال قادرة على التنظيم والتنظم والتأني على الرغم من القصف والاغتيالات تحت شعار يلا ما هزاطت روجت حسابات عشوائية وأخرى كارهة لإيران منشورا يقول اغتيال قائد الاستخبارات الإيرانية تابع للحرس الثوري بهما مرندي وسط طهران بالبحث والتحقيق تبين أن هذا المنشور فيها أخطاء بسيطة منها أن الظهر في الصورة ليس قائد الاستخبارات الإيرانية كما أنه لم يلقى مصرعه على يد إسرائيل ولم يكن محل وفاته والعاصم الإيرانية طهران العقيد بهما مرندي شخصية حقيقية لكنه طابط شرطة عادي في مدينة مالكان بمحافظة تبريز وتوفي بسبب إصابات خطيرة عانى منها من جراء تعرضه لحادث دهس عمد حيث سعى أحد المهربين إلى التخلص من مرندي بطريقة فنية وأعلنت السلطات الأمنية الإيرانية القبضة على المهرب قاتل الضابط الإيراني قبل مرور 24 ساعة على حادثة أداس لا داعي لاستغلال صور أشخاص لا نعرفهم لأننا سنبحث وراءكم نذهب بعيدا إلى أمريكا اللاتينية والجنوبية وفنزولا تحديدا وتبعات الانتخابات الرئاسية هناك حيث لم تتوقف الحسابات العربية والأجنبية الكارهة لنظام كاركاس من نشر الأخبار عن ما يجري في فنزولا ومن ذلك تدولها لمنشور يقول عرضت الولايات المتحدة اللجوء السياسي على الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو مقابل تنحيه عن الرئاسة مفبرك الخبر من المخضرمين على ما يبدو فالمنشور في ظاهره المنطقي ويتسق مع مساعي الولايات المتحدة للوصول إلى مخرج سلمي من أزمة فنزولا غير أنه ليس منشورا صحيحا بالبحث تبين أن صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مصادر مطالعة أن الولايات المتحدة عرضت على الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو خلال محادثات سرية العفو عنه وعدم ملاحقته هو أو شخصيات النظام البارز الأخرى وعدم طلب تسليمها بعد أن كانت وضعت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو بتهمة التآمر مع حلفائه لإغراق الولايات المتحدة بالكوكاين لكن صحيفة مايامي هارالد الأمريكية نقلت عن مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض لمادورو غير أنها مستعدة لمناقشة كل الاحتمالات من أجل إخراج البلاد من الوضع الذي وصلت إليه وأضاف المسؤول نحن ندرس مجموعة من الخيارات لتحفيز مادورو والضغط عليه للاعتراف بنتائج الانتخابات وسنستمر في القيام بذلك أضاف هذا المسؤول الذي يرفض الذكرى اسمه أن المسؤولية تقع على عاتق مادورو وسلطات الانتخابية في فنزولا للكشف عن نتائج الانتخابات مرة أخرى الولايات المتحدة ومسؤولين غير معروفين وصحيفة وصحيفة أخرى ونحن هنا فقط لنؤكد أنها روايات غير رسمية لكي يعرف مشاهد بوليغراف الحقيقة من فبركات الحسابات والصفحات العشوائية وغير المسؤولة التي ليس عليها حسيب أو رقيب ننتقل إلى أخطاء وسائل الأعلام التقليدية حيث تداولت مواقع إخبارية وصحف من بينها إيرام نيوز وتحيا مصر مقطع فيديو قالت أنه يوثق قصفا استهدف قاعدة أمريكية في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا بالبحث تبين أن الفيديو قديم وليس من سوريا أصلا بل من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي وهو يوثق استهدافا إيرانيا للقنصلية الأمريكية في تلك المدينة كما ذكرت وسائل أعلام محلية حينها أما بالنسبة لأصل الخبر فقد ذكرت وكالة أنباء لاناظول أن مجموعات تدعمها إيران تبادلت مع القوات الأمريكية المتمركزة شمال شرق سوريا القصف ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن المجموعات الموالية لإيران نفذت هجوما صاروخيا على حقل كونيكو للغاز في دير الزور حيث تتمركز القوات الأمريكية بالفعل وأضافت أن أعمدة الدخان تصاعدت من تلك القاعدة بينما لم ترد أي معلومات عما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر بشرية بدورها قصفت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نقاط عسكرية تابعة للمجموعات المدعومة من إيران شرق محافظة دير الزور ومحيط بلدة خشام في سوريا دائما مع الأضاليل التي تنشرها وسائل الأعلام التقليدية لكن هذه المرة مع المواقع الإخبارية الإسرائيلية وأشهرها أو أهمها صحيفة جيريزا لينبوست التي رددت ادعاءات ومزاعم بأن المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ من داخل الخيم في المناطق التي تسميها إسرائيل إنسانية وآمنة مع العلم أنها تقصفها رغم ذلك بالتتبع تبين أن أصل هذا الخبر تغريدة نشرها حساب اسمه Voice from the East ونقلها عنه الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية دون أن يشير إلى ذلك بمزيد من البحث تبين أن أصل القصة يعود إلى 13 من شهر أغسطس الجاري حين أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بصاروخين من نوع M90 وقالت إنها أطلقتها من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال وهذا ما أكدته إذاعة جيش الاحتلال ضمنيا حيث قالت إن الصواريخ التي استهدفت تل أبيب أطلقت من منطقة بني سهيلة في خان يونس من نقطة لا تبعد أكثر من كيلومتر ونصف عن مكان تمركز الفرقة الثامنة والتسعين المقاتلة للجيش الإسرائيلي الناطق العسكري باسم قوات الاحتلال أفخاي أدرعي حاول تدارك الموقف فقال إن عملية الإطلاق كانت من منطقة المحور الإنساني في شارع صلاح الدين مؤسسات وسائل علامة الاحتلال تضاربت منشوراتها وتصريحاتها حول الأمر وهي في نهاية المطاف تبحث عن تبرير مقنع لاستمرار انطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب وتبحث أيضا عن تبريرات لقصفها للمدنيين الذين تقول لهم كاذبة إن مناطق لجوءكم آمنة وهي ليست كذلك هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا الخاصة لليوم نرجو لكم دوانا الصحة والعافية لأهلنا في فلسطين النصر التالي إلى اللقاء التلفزيون العربي ترجمة نانسي قنقر